لأول مرة تعرض تلك المجموعة لرسومات الفنان الإيطالي ليوناردو دافينشي ليست لوحات فنية، بل إنها رسومات توضح تشريح جسد الإنسان المجموعة تعرض كاملة خلال معرض يعد الأول من نوعه في قصر باكينغام بلندن استخدم دافينشي موهبته كفنان ومهندس ليحدد تفاصيل الجسد بأبعاده الثلاثية بوضوح لا نظير له هذه الرسومات هي أوراق علمية ربما يكون فيها لمسة جمال لكن لا يمكن اعتبارها لوحات فنية إنها جميلة وساحرة وربما تكون عبرت عن الروح الإنسانية بشكل فني لكنها ليست كذلك، إنه علم حقنا دافينشي الجمجمة بالشمع ليوضح أدق التفاصيل كما صنع نموذجاً زجاجياً لشرايين القلب لاختبار تضفق الدم المعرض يشمل آلاف النماذج التشريحية التي جمعت خلال القرن الثامن عشر وحين ذاك لم تكن لوحات دافينشي الفنية قد رأت النور بعد واليوم يقتق علماء التشريح إن بعض الدراسات مثل هذه اليد التي صنعت من طبقات عدة لتوضيح بناء العظام والعضلات هي في دقة ما كشف عنه العلم الحديث فكرة النظر إلى الطبقات تطبق الآن بواسطة أجهزة الأشعة والمسح الضوئي المتقدمة جداً دافينشي سبقنا وفعلها قبل 500 عام قدم ليوناردو دافينشي أول صورة دقيقة للعمود الفقري مقارنة بالصور الطبية الحديثة فمن الناحية التشريحية كما هو الحال في كثير من المجالات الأخرى يعد دافينشي عبقرياً وصابقاً لعصره بمراحل اشتركوا في القناة